في زماننا هذا يتراجع الوازع الديني لدى كثير من الناس وتنفتح شهية الكثيرين نحو تحقيق المزيد من المكاسب وقد كثر الذين يتكننون بالإنجازات والنجاحات التي لم يحققوها وفق أي قاعدة أخلاقية ولا في إطار أي تشريع أو قانون على هؤلاء أن يعلموا أن اللصوص أيضا أصحاب إنجازات وأن كل الإنجازات التي تتم خارج إطار المشروعية والنظام هي شكل من أشكال اللصوصية نحن بحاجة إلى ردم الهوة بين مبادئنا وسلوكاتنا عن طريق رفع سوية ما نطلب من أنفسنا وعن طريق رفع مستوى الجودة والنوعية لأعمالنا وإنجازاتنا في الذي تعود على إخراج الزكاة فحسب يحمل نفسه على بذل شيء من الصدقة وهكذا لا ريب أن مثل هذا الارتقاء ليس سهلا على النفس التغيير دائما ينطوي على قدر من المشطة ولكن حلاوته تأتي هنا عن نصر على النفس ونشوة اجتياز العقبات تنسي المرء طعم المعاناة وهو ينتظر من ذلك أو إلى جانب ذلك من الله حصن العقبة أكثر ما يدخل الموحدين النار هو مظالم العباد